اشتركوا في القناة عم نعيد نفس القصة جودي رح تخسر ابنها بكفي ما قدرنا ننقذ بندها لازم على القليل نحاول ننقذ ابن جودي ما هيك نحنا لازم نحط حد لجدي هلا ضروري يفهم انه مو كل شي على كيفه هون شو رأيك قولي رح تساعدينها رح تساعدينها ما هيك شبك لش ساكتة ما بدك لما تطلب المساعدة اختاري اللي في ساعدك هي مافيا صح الحكي؟ لكا نعم يحكي مظبوط انا ما فيني ساعدك ابدا واذا بدك رأيي هيك احسن لانه ما نهار قدرة بامور العيلة خلاصنا وانتي كل ما فهمتي هالشي اسرع بيكون احسن طيب معقولة هيك نستنى وجودي رح تخسر ابنها كيف رح نسكت؟ لا لا كان انا ما رح اقبل بهالشي شو رح نعمل؟ جودي ما عادت بامان بهالقصر نحنا لازم نطالعها من هون وناخدها عشي مكان آمن لنقدر نحميها القصة صعبة جدي حاطت حراسي على كل اطراف هاد الاصر يعني ما فينا نطالعها بهاي السهولة ما رح نقدر مانوهار هلا صارت القصة وخلاص بس لازم نساوي مراسل من ابنت يا صاح اي مراسم بدك نعمل هاي المرة كانت كابوس بحياتنا يعني مو معقولة انه ندرها ليش لك انا عقبناها؟ مظبوط كلامي ولا لا؟ انا بقصد انه كانت كنتنا بالنهاية لك عن اي كنة عم تحكي كنة بس انها عدت عنا بها البيت وهي عم تضحك علينا كلياتنا اي كنة بتعمل هيك هاي خبيسة وبتستهل اللي عملنا فيها انا اصلا ما بعتبرها زوجته لابريم لانه الزواج ما نهيك ابدا اي اتنين لما يصيروا بالزوجين لازم يصيروا كتلة وحدة وعيلة وحدة وهذا الشي ما صار من ناحيتها ابدا الافضل تنسوا موضوعها لانه انا من جهتي مستحيل اعمل لها مراسم بها الاصر طول ما انا موجود وهذا الشي ما راح يصير الا على جزتي اصلا من بكرة الصبح في مراسم تانية راح تنعمل هون بها البيت بكرة الاحتفال بخلاصنا منها وينك ساتش؟ روح جب لي جودي بسرعة اسماتي؟ نادية نادية لشو اجيتي مرت اخي لتقنعيني لازم اخسر ابني حتى انتي عم بتفكري متل اخي ساتش كم واحد بتضيقتل لسه قتل اخي بريم قدام عيوننا وبعدين خلى جدي يرمي مرت اخي باندي بالنهر وهلأ ناوي موت ابني انا قلتلكم من قبل انه مافي داعي ليرجع جدي عالقصر شو صر ليك ليش عم بتفوتي بجريمة ماقلك فيها ليش عم تعملي هيك شو صاير لك مو قالوا انه موعد الجريمة الجديدة بكرة الصباح ليش بعتوكي لعندي انا ما بعرف هن بعتوني وقالولي انه نادي لك خلينا نروح خلينا نروح خلدي يا بنتي هاي شوية عشاب طبية بتطحنيهم اليوم والصبح بس نخلص المراسم كلياتها بتاكليهم هاي العشبة ما موجود منها كتير بي امنى ومافي داعي تخافي منها سهمتي علي شو حكيتك الظاهر انه انسانيتك ماتت يا جدي بس انا ام ما فيني انسى هالشي انا ممكن موت بس مستحيل اسمح يصير شي لابني شو ستي مو انتوا اللي قررتوا ان يجيب الولد وربي ليش هيك فجأة قررتوا تغيروا كلامكن شو اللي خلاكن كلكن تغيروا رأيكن هيك القصة وما فيها انه انا قررت اخلص من كل غلص موجود بحياتنا وانتي بتعرفي انه هذا الولد غلط موجود لا شو صار تذكري قبل فترة ساتش كان بده يعني اخسر ابني صح وقتا كلكن وقفتوا بيوشوا قلتيلي انا رح قرر مصير ابني انا بقرر اذا بده يبقى او لا شو صار لكم ليش ما عم تحكوا ستي اذا انتي عن جد كبيرة هالعيلة لازم ما تكوني خايفة من حدا بكفي لا تضلي خايفة ستي اذا الكل بيوقف معي بهالقصة انا ما رح خاف من حدا جو دي اهدى شوي صار لازم ربيه نحن بوقت عم نحاول فيه انه نحل ببساطة كل المشاكل الموجودة بهذا الاصر تركني حل هالقصة ما كفها الشي اللي عملته جاي هلا عم تقلل ادبة وتغلط مع الكبار قدام كل العيلة يلا ردي جواب لو ورشيك يقيم اهدى شوي انا ما رح دافع عنا بس ما بصير هاي الطريقة لانه فولان ثاكور عطل كل حق ليحكي شو ما بده بهذا الاصر وهذا الشي رح يصير لو مانو هون هادا الحق مانو لها البنت الوقحة هاي واللي عملته لازم تنقتل عليه فورا ايه قتلني وخلصني شكرا خليكن هيك واقفين ما عم تحكوا ولا كلمة ولا حدا منكم يساعدني انسوا كل وعودكن إلي مرد أخي انا مو بصدق انك وافع بتتفرج علي هيك انتي ام لطفلين كيف مانك حاسة بالشي اللي عم حسو مو معقول ابدا لو قرر جدي انه يخسرك حدا من ولادك انتي رح تبقي شاكتة اكيد لا انا فيني جاوب بدالك وانا ما رح اسكوت جدي لو شو ما صار بدي حافظ على ابني جودي حطي ببالك انا ما بعيد كلامي اكتر من مرة انتي شفتي بعيونك شو صار هديك الخبيثة ماتت مثل زوجة كأنك ناوية انتي كمان تموتي مثل هون حبي هيك يصير فيكي فيك تعمل اللي بدك يا جدي انا احسن لي موت على اني عيش بدون ابني ادمى حاولتي وعملتي ما رح اسمح للولد يجي بدك تجننيني يعني انا ما رح اسمح بهذا الشي هذا الولد رح يخلي العالم كله تحكي علينا ونحن اللي فينا مكفينا انا قلتلك هلا اللي عنديه وبدك تنفزي ولا باستخدم طريتي بعدين نفزي اللي قلتلك عليه انا باستخدم طريق لانرعم لانراره احسن لها الحجاف مولودت Check Это Personal تفدراح cheaper حجاف مولودت وسط احسن لها صوت 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 publishing كانوا جدودنا يقولولنا دايما أنه الفشل مجرد تحدي ونحن ضروري نتقبله لازم نعرف وين المشاكل ونحاول نحله إذا ما تعبت كتير وانحرمت من نومك ما بتنجح قد ما كانت القصة صعبة واتهرب منها لأنه بالهريبة ما بتحقق شي بتعرف ليش؟ لأنه لازم تحاول كتير وغير هيك ما بتنجح بشي وأصلا بتعرف أنه إلي رأيتاني لما ساتش يقول بده العرش فوراً لازم يصير الملك ببيجو ساراي ما في داعي نأخر هالموضوع وأنا قررت أني نصبك على هالعرش خلص طالما يا جدي أنت واقف جنبي وموافق أني يصير الملك فلصموم طوله لازم يصير هذا الشي وبأسرع ما يمكن المشاعر ما راح تفيدنا أبداً أوقات المشاعر بتخلي الإنسان يصير كأنه حدف أدعاله وذاكرته أنا بعرف هالشي وكرمال هذا الحكي قررت أنسى المشاعر حتى صير ملك بيجو ساراي حلو كتير منيح ابني ساتش هو الملك ما عد بدنا فولان عنا الأحسن منه هالشي راح يصير عن قريب يا جدي تمام أنا من جهتي عملت خطتي لحتى خلي كل هالأمور تكون جاهزة واللي بيقول لك عليه ساوي أنت عليك بس تنفذ بس جدي أنت بتعرف شو لازم نعمل وما بتحب إلا الخير للكل لهيك شو ما بتقلي راح نفذ أنا تحت أمرك موفا مين هاد مين هونيك بادي أم ركزي شوي عنا فرصة أخيرة لأن ننقذك أنت وابنك ضبي شويات اتيابة بسرعة راح أهربك لوين بدنا نروح ما بعرف لسه كيف بدك نبعد عن عائلتنا ما في غير حل راح نخسر عالم ما نحبه بس هيك ابنك راح يخلق بأمان يلا ما معنى وقت كتير ضبي تيابك حتى نروح امشي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هاول نطلع فوراً يلا شو الأخبار؟ كل شي منيح لا تشغل بالك الأمور كلها منيحة ولا يمكن شخص يمرق من دون ما ننتبه انت رجع عالنوم وريح حالك كيف رح نقدر نلهي الحراس؟ حاسة ما رح نقدر نطلع قوليلي شو رح نعمل هلأ؟ إهدي الحراس صحيين وجدي نبهون والموضوع كتير صعب إذا طلعنا هلأ أكيد رح ننمسك هدي حالك أنا جنبك ماشي رح أبقى معيك لا تخافي أكيد رح ألاقي طريقة لحتى عربك وعديني وعد كيف رح أقدر هربا؟ جدي حاطة حراس حوالي كل الأصر ومنبهن ما يغيبوا لحظة جودي حاولت تهربه من الأصر قبل هلأ وهو عرفان أنه يمكن تهرب مرة تاني إمتى المراسم؟ صبح قبل الضوب شوي ما ضل في وقت أنت بشو عم تفكر؟ هيك نحن ما نكون خلصنا ألف شكر إليك شوف الوقت المناسب وخلي جودي تنفز المطلوب مستعجل كتير وحابب نخلص من هالقصة بسرعة طيب خلينا نشوف شو أنسب وقت لها إذا قلنا خمسة زائد أربعة أفضل شيء على الخمسة واربعين دقيقة بعرف إنه حضرتك كتير مستعجل بس هالوقت أفضل طالما هذا آخر يوم مو مشكلة كم ساعة تمام يعني هالكم ساعة مانوا المشكلة منستنى لنشوف بس أول ما بنخلص من هذا الموضوع رح يصير الأسر تبعنا من دون مشاكل والكل رح يرتاحوا ليكو يا جماعة كل شي عم يتعب حياتنا رح يروح من دون رجعة ومن بعد ما نخلص من هالولد رح يرجع هذا الأسر وكأنه ولا بحياته أعرف المشاكل أبدا جاهزين؟ صار الوقت لحتى تعمل المطلوب قومي بادي أما يلا خلي جودي تنهي هالموضوع كله بدك تخديها؟ ولا أعطيك إياها بدك تخديها ما؟ رح تخديها لحالك؟ ولا بدك إياني يجي وأعطيك إياها على طريقتي؟ آتي أنا رح خليها تاخدها تركيها بقى جودي ما رح تشرب شي بنوب هيا خلص ندمت وهيك عم تظلموها لماذا أعمل هيك سيد لك؟ أنا رح وقف بيوشك وما رح أقبل إنك تظلمة من كل عقلك جاية توقف ضد قرار عيلة ساكور؟ عرفان مع مين عم تحكي؟ جدي أنا ما بعرف عن شو عم تحكي كل ياللي بعرفه بهاللحظة أني لازم وقف جنبة لجودي وإحميها منك لو أخوه بريم لسا تعايش ما تركها توصل لهون وإذا الظروف حرمتها من إنه أخوه يوقف جنبة ويحميها فأنا معه لكن تياد إنك توقف بيوشي؟ هالأصر أصر فولان ثاكور وهون إحنا ما نظلم حدا ع زمانك إنت صرنا نظلم الضحية وعم نوقف مع المجرمين لهيك لو سمح تضب كل غرابك واطلع من الأصر عم تلعب لعبة ما نكأدى أبدا يا ولاد ساتوا هاريا يا كاليا أيوة مسكوا فوراني مسكوا منيح لا تخلوا يتحرك يلا لا شوف لا لا تتحرك وينك بوشان؟ تعال شبك عمي جدي ولأنك من لحمي مدمي أنا ره أعطيك فرصة وحدة بتقول له لهذا يرجعي لم اللي كبهن واللي لمهن بإيدي شربهن لجودي ويعتزر قدامنا وإذا حضرته ما بيعمل هذا الشي وقته أنت اللي رح تتعاقب ورح دفعك الدمن غالي يلا نفذ لا لا يا أبي ليش عم ترد عليه؟ لا لا أبي ما في داعي تعمل هيك لك بابا ليش عم تخاف منه؟ لا إبني لا تعذب قلبي أنا بترجعك وقف الشي بيكفي لقام بترجعك إذا إذا لا أبي لا بيكفي رح لمون فورا اشتركوا في القناة يلا قومي جودي استعجلي جودي هلأ الحراس مهون هاي فرصتنا لنطلع طيب بس لوين بدنا نروح عباق البور في واحدة من رفقاتي عايشة هنيك هي اللي رح تهتم فيكي حتى تولدي يلا نروح انا رح لك شغلة وحدة انت بس استنى شوي ووقتها بتعرف مين اللي رح يطلع من القصر ومين اللي رح يبقى ولا طالما لميت كل شي بايديك فتضل روح شرب اياهم لجودي بايديك انت يلا تحرك يلا وين رح تجودي يا ستوى هاريا شوفوا لي وين راحت بدي اياكم تدوروا بكلبي بسراي حاضر اوهاكم ترجعوا قبل ما تعرفوا وينها وانتبهوا بدي تجيبولي اياها عايشة يلا الحواها بسرعة دورت عليها ما خليت مكان جودي مو بالبيت معناتها هربت من القصر هاي بونام وراها بونام وين وين بونام انا كنت حاسب لهاي القصة وعرفانا رح تهرو ولهيك كنت انا حاطة حراسة بس في حدا من جوة اتضحك علينا يلا ساتش تحرك بسرعة جيب لي اياهم اتنيناتون لو سمحتوا حدا منكم شاف اختي او اي حدا من العيلة مر من هون لا نحنا هلا اجينا استاذ يمكن راحوا من هون مع السلامة ليكون ليكون ليناهون مسكون يلا يلا شونات رين طلعوا فوران داروا قهد انت لا كان معك جدي عامل مشكلة كبيرة كرمار ابنة لجودي عالاغلب رح نهرب جودي من القصر وانا بدي اعتمد عليك خرج ماشي بامرك شكرا داروغا يا ريت تحاولت سوق بسرعة هلأ بيكونوا عم يلحقونا ايه لا تخافي رح نطلع من هون ليك يصاروا ورانا بونام لا تخافي رح نهرب منهم بس استعجل اخي قد مافيك يعطيك العافي اخي ايه لا تخافي رح نهرب منهم